أولاً بطبيعة الحال الاعتداء ليلة أمس كان اعتداءاً مختلفاً عما سبقه واللحقيقة كان اعتداءاً بلا هدف واضح بلا معلومات مؤكدة حول إذا ما كان بالمسيرات أو بالصواريخ إسقاط كامل الأجسام المستخدمة في هذا الاعتداء سواء كانت صواريخ أو مسيرات على مسافات ليست بالقريبة أي أن العدوان لم يستطع الوصول إلى أي هدف داخل الأراضي السورية لبيان ما كان هدف الاعتداء أو ما كانت غايته لم يصدر بيان رسمي عن وزارة الدفاع لأول مرة في هذه النقطة هناك اعتقاد أو هناك قراءة تقول لربما أن هذا الاعتداء مرتبط بما يحدث اليوم في جنوب لبنان مرتبط بعملية الاختراق من البحر من خلال المسيرات في حال دخول سوريا لمشهد الصراع في حال تطور الصراع عادة ما يتم استهداف أهداف في المنطقة الوسطى بواسطة صواريخ موجهة من الطائرات تمر عبر البحر وتمر عبر المنطقة الساحلية ويكون هناك اعتراضات لها من قواعد الدفاع الجوي الموجودة بالقرب من البحر ولكن نجد أنها تزاهبة لأهداف مثل مصياف أو غيرها في المنطقة الوسطى بالأمس لم يكن هناك شيء مشابه كان هناك اسقاطات قريبة اسقاطات بعيدة لذلك أغلب الأمر يرجح أنه مسيرات لربما كان نوع من التجرب لآلية الجهوزية لدى الدفاع الجوي في حال أرادت إسرائيل استخدام هكذا نوع من الاستهدافات ما أبعادها وما قدرة وإمكانية الدفاع الجوي للتصدي لمثل هكذا موجات من الهجوم وبحسب الأعداد التي أرسلتها إسرائيل وبحسب القدرة على الاستهداف والقدرة على المجابهة لربما بالأمس كان هناك موجة من 15 أو 16 طائرة مسيرة لربما نشهد في القريب العاجل إذا استدعت الضرورة لدى الكيان موجات أكبر وبعشرات الطائرات كل هذه الأمور توضع موضع الحزبان ويؤخذ بها بعين الاعتبار لذلك المشهد بالأمس حقيقة كان عدوان وكان اعتداء ولكن كان مختلفا كما تحدثنا عن سابقاته من الاعتداءات الإسرائيلية التي اعتدنا عليها نعم سيد مصطفى كما ذكرت حضرتك بأن الاعتداء يوم أمس مختلف نوعا ما عن الاعتداءات القديمة وكذلك قلت حضرتك بأن البعض يربط بين هذا الاعتداء وبين ما يجري في لبنان السؤال هل من الممكن أن تصعد إسرائيل ضد مواقع لحزب الله في سوريا كما هو الآن في لبنان هل من الممكن أن تشن إسرائيل باستطاعاتها كذلك فتح جبهة أخرى نحو سوريا باتجاه الأراضي السورية على مواقع لحزب الله كما تفعل الآن في لبنان بطبيعة الحال الكيان الصيوني يريد التوسع أصلا بالحرب منذ 7 أكتوبر وهذا هدف غير خفي على أحد ولا على أي شخص يتابع الأحداث ويراقبها منذ بدء طوفان الأقصى منذ عام تقريبا حتى هذه اللحظة نتنياهو له مصلحة بالتوسع أمريكا منعت هذا التوسع ولكن اليوم حتى نقول أن هناك توسع لضرب أهداف لحزب الله الاستهدافات التي كانت تطال هذه الأهداف وهذه المناطق هي أهداف مختلفة واليوم طبيعة الحرب والمواجهة مختلفة الكيان كان يستهدف نقاط يعتبرها نقاط إمداد لحزب الله يستهدف أشخاص موجودين من حزب الله ولكن لا يوجد شيء اسمه مواقع لحزب الله في سوريا حزب الله لا يمتلك مواقع محددة ومسيجة وزاد نطاق سيادي واضح في الأراضي السورية هناك مستشارون وهناك عاملون من حزب الله على الأراضي السورية بالتنسيق والربط وكل الأمور التي نعرفها من آلية التعاون الموجودة بين سوريا وحزب الله وإيران بطبيعة الحال وهذا أمر ليس خفي ولكن لا يوجد مواقع كنقاط والثكانات تابعة لحزب الله حتى تستهدف هذه هي النقطة الأولى في حال صعدت إسرائيل الاستهدافات ولو لم ترعي إسرائيل هذه النقطة واتجهت باتجاه هذه الزريعة وصعدت الاستهدافات فإننا اليوم أمام اعتداء سيادي ولكن هذه المرة ليس بلون ضربة ورد وضربة واستهداف اليوم بنطاق الحرب بإطار تصعيدي وقلت لك في بداية الحديث لربما هذه الموجات أيضا هي في حال دخول سوريا الحرب في حال دخول سوريا كدولة دخول سوريا اليوم كدولة له اعتبارات مختلفة عن الحرب مع حماس وحزب الله سوريا دولة سوريا عضو في هيئة الأمم المتحدة تختلف الحرب معها عن الحرب مع حركات مقاومة أو أحزاب أو قوة لا تحمل صبغة الدولة وهذا الأمر مختلف أعتقد اليوم لن تتوسع الأمور إلى هذا الحد حاليا ولكن البعض سيد مصطفى عذرا على المقاطعة ولكن الكثير يعني يحذر ويتخوف من اندلاع حرب إقليمية في المنطقة في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وحزب الله يعني في حال بالفعل تم أو انزلقت المنطقة إلى حرب إقليمية يعني الحكومة السورية إلى أي مدى هي قادرة على الانخراط في هذه الحرب نحن نعلم بأن الحكومة السورية ولا يخفى على أحد منهكة نوعا ما جراء منذ العام 2011 يعني ليست كما كانت في الماضي إلى أي مدى من الممكن أن تشارك سوريا بحرب إقليمية في حال اندلاعها في المنطقة سوريا في جهوزية تامة لمثل هذه الحرب الجيش العربي السوري في جهوزية تامة اليوم الحرب مع الكيان الصهيوني ليست كحرب العصابات التي شنها الإرهابيون على سوريا واستنزفوا بها القدرات البشرية للجيش اليوم الحرب مع الكيان الصهيوني هي حرب آلات حرب أسلحة حرب صواريخ حرب دفاعات جوية حرب طيارات كل هذه الأمور لم تكن مستنزفة بطبيعة الحال إلا بشكل بسيط أو بجزئيات بسيطة على رغم شراسة الحرب الإرهابية التي خاضها الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية التي هاجمت الأراضي السورية سوريا اليوم لا أحد جرب مدى قدرتها حتى هذه اللحظة ومن الوهم أن نقول أن الاستنزاف البشر الذي حصل الجيش العربي السوري أضعف قدرة سوريا على المواجهة مع الكيان ثانيا الحرب الإقليمية لا تعني سوريا بمفردها تعني حلف كامل محور كامل وأحلاف دولية هكذا حرب لربما تصل إلى حرب عالمية ولكن سيد مصطفى عذرا على المقاطعة ولكن اليوم الكثير من المطلعين أو المختصين بشأن السوري يعيبون على الحكومة السورية موقفها تجاه حزب الله يعني يقولون بأن حزب الله دعم الحكومة السورية في ظل الأزمة التي اندلعت في البلاد وإلى اليوم تلقى الحزب ضربات موجعة على مستوى قيادات كبرى في الحزب ولا تزال الحكومة السورية حتى بشجبها تنديد بهذا القصف المستمر لم نشهد من سوريا لربما هؤلاء لم يسمعوا بفادي واحد وفادي إثنان التي أمطرت حيفا وأحرقت حيفا وصنعت بأياد سورية وبأياد من أبطال الجيش العربي السوري والعلماء السوريين وبأياد كاملة في سوريا في مراكز البحوث العلمية التابعة للجيش العربي السوري وهي التي استخدمها حزب الله لربما لم يفهم هؤلاء أن منظومة الصواريخ التي ستوسع الحرب وستطال تل أبيب قريبا إن لم تطلها اليوم هي صنعت بأياد سوريا ووصلت لحزب الله بأياد سوريا لا أدري كيف ينظر هؤلاء إلى الدعم وكيف ينظر هؤلاء إلى التحالفات يشعرونك بأن هذه الحرب هي مشاجرة صبيان في حارة بعد انتهاء المدرسة الأمر ليس كذلك سيدي العزيز هذه دول هذه حروب وكنا نتحدث منذ قليل دخول سوريا بصراحة وعلانية يعني دخول عضو من الأمم المتحدة في حرب مع دولة عضو ولو إذا اعتبرنا الكيان دولة عضو هو يتمتع بالعضوية بغض النظر على شرعيته وإجرامه ولكنه يتمتع بالعضوية اليوم دخلنا في منظومة أخرى من حتى المجابهة السياسية فالذي لم يرى ماذا قدمت سوريا لحزب الله ليسمع خطابات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لينظر لفادي واحد وفادي إسنان وصواريخ عماد وغيرها الذي ستظهر وتظهر ليرى ماذا فعلت سوريا سوريا التي تدك إسرائيل اليوم بزنود أبطال حزب الله ومقاومي حزب الله للأسف لدينا اليوم كم من المرتزقة وكم من الخوانة الذين يستبيحون الدم السوري ودم المقاومين لحسابات سياسية معهم فقط لأن لديهم حسابات سياسية نعم كنت معي من دمشق سيد مصطفى رستو محلل سياسي أشكرك جزيل أشكر على كل ما تفضلت به